لكن مستمرين معاك واحد من اللعيبة اللي دايما بنقول عليه مستقبل لخطة فعل النادي الاهلي وهو موجود معايا خليني اقولك اه هو فترة من الفترات كان مأثر في حق نفسه حق الامكانيات اللي عنده لكن اعتقد الفترة اللي فاتت فترة مهمة جدا بالنسبة لعبد الرحمن رجدان لعب المباراة الوداية مع الفريق الاول الفترة الاخيرة والنهاردة بلعب مباراة كبيرة رجدان خليني ارحب بك على شاشة تقنات النادي الاهلي تحياتي لكابتن اسامة كابتن حشيش الكابتن والدكتور رحمة تسابت رجدان خليني بارك لك على ادائك النهاردة وعلى المباراة ونبني عليها للي جاي رجدان حبيبا فاروط اسلم تحياتي طبعا لكابتن اسامة والضيوف الحالة الحمد لله على المكسب وعلى اداء قدنا بشكل كويس كنا وقدين تحفيز جامد المطش ده لان المطش اللي فات كنا مؤثرين جامد والحمد لله عملنا مجهود عالي وربنا ادينا على قد مجهودنا رجدان واحد من العيبة للجميع والجماهية المستانية منه كتير لكن انا بقولها بصراحة يا رجدان رجدان مؤثر في حق نفسه أثر فترة في حق نفسه لكن رجدان الراجع بفرما راجع ان هو يكون واحد من العناصر المهمة جدا تكون في فريق النادي الاهلي هو والله الواحد مؤسطرش بس هو طبعا بعد فترة المنتخب انت كنت بتلعب بأمم أفريقيا كل الناس هنا عليك وفي نفس الوقت انت اخسرت بطولة كبيرة دي خلت الواحد يمكن كان زعلان على نفسه شوية ما أقصرش ودي اللي نزلت من مستوى شوية لكن الحمد لله انا بقى لفترة زي ما انا يعني كويس ومستمر مع الفريق 2003 من ضبط في التمارين في المطشاط والحمد لله بقت بشكل كويس ومستنى في فرصة يعني في قرب وقت وانا هقدي فيها ان شاء الله عبد الرحمن يعني اخيرا رسالة توجهها الجماهير للنادي الاهلي والناس اللي مستنينها منك كتير انت تكون واحد من الاضافات اللي موجودة مع الفريق الاول طبعا انا بشكر كل الجمهوري اللي في ظهري يعني انا بشوف الناس كتير اوه في ظهري على السوشيال ميديا بتابع كده في بعض الوقات وبقولهم وبقى رسالة الجمهوري النادي الاهلي وكل الناس المسؤولين في النادي الاهلي اللي انا ان شاء الله هكون الفترة الجاية حاجة وعيسة جدا في النادي الاهلي وانتظرين ان شاء الله في الفريق الاول ومنتخب مصر الاول كمان كابتن اسامة ده كان جانب من لقاءاتنا مع لعاب النادي الاهلي والكابتن احمد عبدالزار يكون مستمرين معك طبعا في لقاءاتنا من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن اسامة حسن